النجم العالمي بينستيلر أعلن سنة 2016 لوسائل الإعلام أنه شوفه من سرطان البروستاتا اللي أصيب بيه سنة 2014 الممثل الكوميدي الشهير قال أنه محظوظ بشفاءه بفضل التشخيص المبكر عن طريق فحوصات وقائية تجربة بينستيلر واحدة من تجارب إنسانية كتير تعلمنا أهمية المتابعة الدورية والفحص الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض خصوصاً الأورام سرطان البروستاتا لما بيوصل لمراحل متقدمة بدون علاج بيتسبب في وفاة 3 أرباع الرجال المصابين في غدون 4 سنوات من الإصابة تقديرات جمعية السرطان الأمريكية بتقول إن ما يزيد عن 164 ألف شخص أصيبوا بسرطان البروستاتا في الولايات المتحدة وحدها سنة 2018 الأحصائيات والأرقام المخيفة بيقابلها تطور في العلاجات والتقنيات الطبية والعلمية بتمنح المرضى كل يوم أمل جديد مع الوعي والاهتمام والمواصبة على المتابعة مع الطبيب أهلا بكم بن ستيلر طبعاً يعني النجم عالمي مشهور جداً والنجوم هنا لهم دور مهم جداً في الأهلان عن مرضهم مش بس إن هو بيبلغ يعني مش الكونسبت بتاع كتير منهم مش فكرة المعجبين وإن أنا باخد أتراكشن مثلاً أو جاذبية عند الناس أو بتقول لا 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 هم عندهم منظومات كبيرة بتدعمهم وفي نفس الوقت بتحسوهم على أشياء معينة في مجال الخير في مجال الصحة فمن ضمن الحاجات هو الوعي بيزيد البروسطات بعد ما واحد زيه ده يعلم وخلي بالكوا إنه الوعي ده مهم جداً لأن الوعي الثقافة هي أول طريقة للتشخيص أول طريقة لإن أنا روح بدري فالعلاج يبقى مؤثر فيه أكلات خلي بالكوا تضر جداً الناس اللي عندها مشاكل في البروسطات عندها تضخم في البروسطات الحم الحمرة يعني الحم الحمرة من الحاجات اللي بتضر البروسطات جداً منتجات الألبان لازم تقلل الزبدة والجبنة والحليب الدسم لازم تقلله عشان ده بيساعد في تضخم البروسطات الكفايين اللي بيشربوا قهوة كتير ممكن جداً يندروا أو يزيد عندهم أعراض أو مشاكل البروسطات لأن الكفايين مدر بقول كمان الكحول الكحول خطير جداً جداً وبيلعب دور في سرطان البروسطات اللي قال الكحول برسبتاتينج فاكتور لي سرطان البروسطات الحاجات اللي فيها ملح كلها بتضر البروسطات بشكل كبير النهاردة هنستمتع بفهمنا لمشاكل البروسطات المختلفة مع ضيفي العزيز اللي بيبتعني بحواره دائماً لأساس دكتور خالد أحمد حبيب استشاري جراحات المسالك البولية الاستشاري بالمحل القومي الملكي وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو الجمعية الأمريكية لجراحات المسالك البولية أهلاً بيك أهلاً وسهلاً بحاجة نورك طبعاً عايزة أبدأ الأول بيه البروسطاتة بأعرفها للناس إيه البروسطاتة؟ في ناس كثير ما تعرفش وظفتها كمان البروسطاتة دي غدة موجودة عند كل الرجالة موجودة في أسفل المسانة دي وظيفة البروسطاتة في الرجل الطبيعي قبل ما يحصلها تضخم قبل سنة الاربعين سنة بتبقى حجمها تقريباً في حدود من 15 ل20 جرام البروسطاتة طبعاً بيعد من خلالها المجرى البولي وظيفة البروسطاتة الأساسية هي غدة بتفرز جزء من السائل المنوي يعني هي بتفرز 30% من السائل المنوي السائل المنوي بيبدأ طبعاً بيتكون بها من الخصية دي اللي بقى عن الحميات المنوية وبعد كده يطلع عن طريق الأنابيب المنوية يوصل لحد الحويصالة المنوية دي برضو بتفرز جزء تاني من السائل المنوي وعلى كانت تعدي من خلال البروسطاتة بتفرز لنا 30% وده السائل اللي بيعيش فيه الحميات المنوية بتقدر تخلي الحميات المنوية تعيش حد ما توصل طبعاً للرحم وتقدر بعد كده يساعد في موضوع الإنجاب وظيفة البروسطاتة غير اللي هي وظيفة النية الإفرازية إن مجرى البول بيعدي من خلالها وده اللي لما بيحصل لها تضخم أو بيحصل أبراد ده اللي بيعمل لنا بقى شوية المشاكل وشوية الأعراض اللي بالنسبة تشتكي منها دي مش وظيفة تعتبر دي حاجة ده موقعها موقعها في الجسم بيفرض عليها لأنها هيتبقى مهمة جداً طبعاً عايز أتكلم على الفهرز بتاع الأمراض هل الأمراض في تشابه بينها وبمعضاف الأعراض تلاخبط يعني فنبدأ الأول بالفهرز زي ما اتفقنا زي ما احنا اتفقنا على مكان البروسطاتة النية تحت المسانة وبيبدأ مجرب بولف أول وبيعد من خلالها ده اللي بيعمل لنا الأعراض في كل أمراض البرستاتة الحاجة العامة في أمراض البرستاتة إن هي تتشابه في الأعراض الأمراض اللي احنا بنق наблюдها كتير أوه اللي مشهورة أوه في البرستاتة تلات حاجات أول حاجة تهابات البرستاتة خصوصاً النوع اللي هو المزمن تاني حاجة اللي هي تضخم البرستاتة الحميد تالت حاجة اللي هي سرطنانة البرستاتة عمر المريض بيفرئ كتير أوي عشان طبعا التهابات البروستاتة المزمنة دي بتبدأ من بعد فترة البلوغ وبنشوفها غالبا من سن مثلا من 20 سنة إلى حد سن 50 سنة دي اللي هي الالتهابات المزمنة التضخم والسرطانات دي غالبا بنشوفها بعد 50 سنة هم أمراض مختلفين تماما في السبب وفي الشكل التشريحي وكل حاجة لكن أعراضهم بتتشابه جدا من أعراضهم متشابهة؟ جدا إيه الأعراض؟ الأعراض كلها بتنتج عن حاجتين أول حاجة لما بيحصل البروستاتة سواء التهبت أو تضخمت أو حصل فيها ورم بتبدأ البروستاتة دي تحجمها يكبر شوية فتخلي مجرى البول أديق شوية فده اللي بيعملنا أعراض اللي احنا بسميها أعراض الانساد البولي اللي هو المريض غالبا بيشتكي من أنه عنده ضعف في البول مريض على ما بيبدأ البول بيقعد شوية على ما يقدر يبدأ البول فيه صعوبة في صرعان البول التاني حاجة الأعراض اللي هي بتنتج عن اللي هي أعراض تهيج المسانة اللي هو عشان لما البروستاتة بتكبر أو تلتهب تبدأ تضغط على المسانة زي ما احنا شايفينها كده فيبدأ تعمل أعراض التهيج اللي هي تكرار التبوت للمريض بيصحى أكثر من مرة أثناء الليل برضو المريض بيصحى أثناء النهار بيدخل حمام كتير جدا بيبدأ المريض يشتكالنا أنه لما بيعايز يتبول ما بيقدرش يمسك نفسه في البول لمدة كبيرة لازم يدخل الحمام على طول وممكن في المراحل المتقدمة تصل للثلاث باولي اهوا التهاب البروستاة المزمن؟ كرونيك بروستايتس الكرونيك بروستايتز ده مرض شائع جدا 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 إلتهاب البروستاة المزمن؟ اه طبعا تباتي بروستاة 4 أئوين الأنواع الرئيسية فيها اللي يأمي للتهاب الحاد يأمي للتهاب المزمن الإلتهاب الحاد ده لو المريض مرة واحدة يلاقي نفسه عنده حرقان جامد في البول وممكن يبدأ يسخن يبدأ ألام جامدة في الجسم كله مشاكل جامدة في التباول ولكن على قد ما هو أعراضه قوية كده بس علاجه سهل جدا عن طريق المحليل وعن طريق المضادات الحيوية القوية بيبدأ المريض يتحسن عطول وبينتهي تماما النوع اللي بيعملنا مشاكل كتير قوي اللي هو التهاب البرستاتة المزمن وده يمكن ناس كتير قوي تعرفه والناس كتير قوي بتعاني منه الفترات طويلة جدا زي ما احنا بنسميه اللي هو المزمن فيه أكتر من كاتيجوري أمه أربعة كاتيجوري للتهاب المزمن النوع اللي احنا بنقبله على طول اللي هو النوع الغير بكتيري ده يعتبر 95% من التهابات البرستاتة المزمنة اللي التهاب الغير بكتيري ده ده المريض بيجي لنا عنده شوية عرق كتير قوي في البول عنده البول يقول لك البول عنده صعوبة في التباول بيدخل حمام كتير جدا أثناء الليل بيدخل حمام كتير المريب بيبقى في فترة الشباب برضو موضوع أنه لما بيكون عايز يعمل بول لازم يعمل بول على طول مقدرش أنه يتحكم في البول لفترة كبيرة وفي حاجة كتيرة أوي يعني عرض طبعا ده بيشتكوا منه جامد أوي اللي هو أثناء القصف أو أثناء العلاقة الزوجية بيبقى عنده ألام جامد أوي أثناء القصف التاب المزمن ده مشكلته أنه نسبة الشفاء التامة منه صعبة جدا 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 هو أهم حاجة فيه لما نجي نعالجه أنهنا الأول نشخصه كويس نبدأ الأول نفرقه من أمراض تانية عشان هو بيتشابه مع أمراض كتير جدا الأمراض العصبية بتاعت المسانر الالتهابات البولية الحصوات كل حاجات دي بتعمل لنا أعراض مشابه بعد ما نتشخص كويس بنبدأ فيه في مرحلة العلاج أول حاجة في مرحلة العلاج أن المريض يفهم هو اللي عنده ده إيه بالضبط يعرف أنه ده التهاب غير بكتيري أنه ده مرض غالبا مش هلقدر نخف منه تماما هنفضل ناخد كورسات من العلاج إنه هنقلل الأعراض ديت شوية وبعد كده بنبدأ الأول معاه بالعلاج بيبقى عبارة عن مضادات حيوية بنبدأ بأدوية اللي يتقلل الأعراض شوية سواء مصبتات ألفة اللي بتوسع لها شوية مجرى البول أو أدوية بتقلل من أعراض التهيج والمسانر بنبدأ يديله مضادات التهابات وبنبدأ في الكورس العلاج ده لفترة طويلة جدا ده ممكن بيوصل لتلات شهور نفضل ماشيين على المضادات الحيوية من كدر ما الدواء ده المرض دوت مش يعني النتائج العلاج ومش 100% بدأ يحصل أبحاث كتيرة جدا في مختلف مجالات الطب عشان يعالجوا موضوع التهابات المزمنة حتى بدأ يدخل فيه موضوع الإبر الصينية بدأ يبقى فيها رول وفعلا بتجيب نتائج الفيزيوسيرابي اللي هو العلاج الطبيعي وشوية التمرينات برضو بتجيب نتائج كويسة فيه حاجات جديدة قوي زي فيه حاجة اسمها الحاجة من الموضوع البروستاتا من ندخل من السنوار الشرقي بنبدأ نحن جوها البروستاتا مضادات حيوية برضو عليها ابحاث كتير عن الفترة ديت والليه نتائج برضو كويسة فيعني لازم المريض اللي هو اللي هو فيهم طبيعة مرضه بنقدر ان احنا نمشي معه في العلاج مريض بيصبر معنا وبيبعارف ان هو نسبة شفاء مش هتبقى 100% لكن بنوصل للمرحلة كويسة طيب الأعراض أليلة في المريض دي قدر يعيش بيه كويس طيب معالكش نقدات النقن نبين النقططين مهمين انت قلتلي انه التهاب المزمن للبروستاتا غير بكتيري في الغالب صح كتير؟ في الغالب غير بكتيري كتاب سبب الإصابة ايه؟ أمراض الجنسية؟ مالوه السبب معين الأمراض الجنسية بتعمل الإتهاب الحاد أول للتهاب البكتيري وممكن تكون هي سبب الإنتهاب الغير بكتيري في الأول يعني ساعات التهاب غير بكتيري ممكن يبدأ ان هو التهاب بكتيري ونبدأ ندي علاجات ونبدأ ندي مضادات حيوية بتروح اغلب الاعراض وبعد كده بنعمل حتى المزارع ما يبقاش عندنا بكتيريا لكن بتفضل جزء من الاعراض فهو مسسببه الاتصال الجنسي يعني مش ده السبب المباشر بتاعه لكن هو ما قلوش السبب معين يقدر الانسان هو يتفدى تب نوع الارجانيزم هنا غير البكتيريا هيبقى ايه احتمالاته ايه مش هو التهاب اكتر ما منه عدوى يعني هو انفلميشن افتر ما منه وانفكشن يعني هو يعني كل الابحاث الجديدة يبقى امنون ديزيز مرض مش معروف سبب مالوش سبب وفي نفس الوقت هو التهاب داخلي في الانسجة الانسجة بتبدأ يحصل فيها التهاب جوه الانسجة فتبدأ دي تعمل الاعراض اللي بتحصله مع انسدادات في القنوات المنوية تعملوا الاعراض اللي بتحصله دي اه تفاهمت دي طيب مدى انتشاره يعني مستوى كتير جدا كتير جدا جدا للناس في فترة الشباب بالذات والفترة اللي هي بعد العشرينات كتير جدا بنقابله لو المريض ما تشخص كويس وتعالج بكورسات كويسة ممكن بيستمر معا المرض ده لسنين طويلة اه ايه بقى طب انتقل المرض او حالة مرضية اكثر شهرة شوية من اللي انت قلته ده منتشر كده لكن هو في سن معين اه في سن معين يعني غير امراض البروستات التالية طب تضخم البروستات الحميد الموضوع الاكثر شوية برضو طبعا منتشر جدا ده تدخم البروستات ده دي حاجة زي ما نسميه يعني دي حاجة طبعية في كل الناس كل الرجالة بعد سنة الخمسين سنة تبدأ البروستات الخلايا تكبر في الحجم وتكتر في العدد يبدأ يحصل لها تدخم تبدأ تضغط للمريض ده على مجرى البول تبدأ تعمله الاعراض اللي احنا اتفانا عليها اللي هي الصعوبة في التبول وتكرار التبول اللي ممكن تبول اثناء الليل واثناء النهار صعوبة في التحكم في البول هي زي ما احنا شايفين في الصورة دي ده شكل البروستات الطبيعية دي بيكون حجمها طبيعي ومجرى البول النازل كويس اوي ما فيهوش مشكلة والمريض ما عندهوش اعراض ده اللي جنبها بقى شكل البروستات الان ما تضخم مجرى البول بقى اديق بكتير اوي بقى رفايع جدا بدأت تضغط على المسانة تعمله اعراض تهيض المسانة وممكن بقى تبدأ بعد كده تدخل في المضاعفات اه لو المرض ده طبعا اهم حاجة فيه يعني برة مثلا في اوروبا وا separated في حاجة اسمها لوا هو السكرينينج بتاع الاورام يعني كل الناس بعد السنة والخمسين سنة كل سنة او كل سنتين على ح pingال تاريخ المرضى الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في العائل انهم الاورام في البروستات ايضا ممكن يبدأ هو الموضوع ده من السنة الاربعين سنة بيبدأ المريض بيتعمله حاجة اسمها يعني كشف دوري كدا كل سنة او كل سنتين يبدأ يتفحص المريض كويس قوي يبدأ المريض يعمل تحليل اسمه بي اس اي ده لو عالي طبعا بيشككنا ان فيه امراض يبدأ يتعمل له صنار صنار ده يسلنا حجم البرستاتا يشوف درجة الانسداد في المسانة هل فيه ارتداد مية للكلية هل فيه بول متبقي بعد التبول هل فيه حصوات في المسانة فطبعا الموضوع ده مهم جدا 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 ونقرر ثم ده اللي بيحدد لنا بالزبط هنقدر نعليل تضخم البرستاتا ازاي يعني تضخم البرستاتا في حد ذات ومش مرض ولكن ممكن يعمل مشاكل فهو ممكن نبدأ يعني ممكن المتابعة دي مش لازم ندي يعني مش اي مريض تضخم البرستاتا بنديله عليك لما يعمل مشاكل بس انما غير كده ممكن نتابعه فقط مع شوية ارشادات حالة مرضية سببها غير معلوم ما فيش حوار كتير على الاسباب اعراضها كتيرة شوي لكن طرق علاجها حدس ولا حرك السليب طبعا التضخم البرستاتا من اكبر مشاكله ان هو طبعا مكان البرستات ده مكان صعب جدا في الجسم تاني حاجة ان هو الناس دي سنناه كبير غالبا المريض بيشتكينه بعد الخمسين سنة بيبدأ الاعراض تنتشر قوي فوق الستين سنة فانا بتعامل مع مريض سنه كبير ما اقدرش ان انا عرضه لعمليات كبيرة هتعمل طبعا مع مشاكل كبيرة ولازم يتابع كويس ولو اهمل ممكن ينتجع عنه اورام خبيثة يعني ممكن يكون هو ده مش تضخم حميد ممكن يكون ده ورام خبيث ويبدأ ينتشر في الجسم او ممكن التضخم الحميد يعمل لنا مشاكل توصل لفشل الكلوي فالعلاجات طبعا مختلفة ايه بقى العلاجات ده ما قلت كده ده زي ده الحتة اللي انتوا ابدعتوا فيها طبعا فيه تطوره الى الان بيحصل تطورات خالص يعني غير العملات اللي احنا بنعملها دي بدأ يحصل اكتر من عمليات تانية بس لسه يعني ما وصلتش الحيز للتنفيذ الفعلي العلاجات بتاعته طبعا بيبدأ الاول ان احنا المريض بييجي نعمل له زي ما اتفقنا الصنار والتحاليل نبدأ الاول نشوف ايه وضع البروستاتا لقيت البروستاتا دي ما عندوش اعراض يعني ما عندوش حصات في المسانة ما عندوش ارتداز مية ما عندوش احتباس بولي ما فيش اورام خبيثة وعندو اعراض بسيطة قوي ممكن اقول له شوية ارشادات يعمل للمريض انه هو المريض اقول له تتبول كل فترة مش كبيرة قبل النوم يبدأ المريض انه هو ما يشربش يقال البول اثناء الليل عشان المية اثناء الليل عشان ما يدخلش الحمام كتير بالليل يبدأ عن الاجلات اللي فيها فلفل وشطة يبدأ عن ادوية البرد والانتيستامنك اللي ادوية الحصية بتاعمل انقباض لمنطقة مجرى البول فبتزود له الاعراض ممكن المريض بشوية الارشادات دي تعيش كويس جدا ما يباش عندو مشكلة واقول له انت هتبعني كل سنة نتطمن الامور كويسة ممكن ما تخدش علاقة خاصة بدأت لأ لقيت المريض عندو شوية اعراض بس ما عندوش مضاعفات بنبدأ طبعا الادوية بتاعتها بتتطور كل شوية برضو في اللي هي الالفة بلوكر اللي هي مصبتات الفة بتقالي الاعراض بتعمل ارتخاء شوية لونق المسانة فبجر البول بدل ما كان حصل له ضيق شوية بيبدأ يوسع شوية فتلاقي الاعراض بقيت كويسة والامور ما فيهش مشاكل فيه اكثر من الادوية طبعا الادوية دي فيه ادوية هرمونية بتقالي حجم شوية في الاحجام الصغيرة فيه ادوية اللي هي حتى اللي بتعالج الانتصاب برضو بدأت انها بتعمل اللاكسيشن للمصل اللي هي العضلات برضو اللي هي بتاعت عنق المسانة فبتقالي الاعراض جدا للمريض والمريض بيمشي على الدواء ما فيهش مشاكل انما طبعا فيه مريض انا اقول له لا العلاج الدوائي مش هينفها خالص اللي هو ده مريض ايه؟ مريض عنده مضاعفات حصاب مسانة ارتداد مية للكلية مية كتير مباقية في المسانة بعد التبول بيجي له التهابات متكررة فده نبعارفين انه هو لو احنا اهملنا النقطة دي او وديناه للك دوائي مريض ده يوصل لمشاكل كبيرة قوي ممكن توصل به للفشل الكلوي التدخلات طبعا بتاعت علاج ضخم البرستاتة زي ما التفنية تطورت جدا 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 زي ما انكت الجراحات المفتوحة طبعا دلوقتي كل التطور في الطب بيبعت خالص على الجراحات المفتوحة اللي ما شاكلها الكتير زي النذيف المريض بيقعد فترة كبيرة اوى في المستشفى بتعرض المريض لريسك خصوصا لو مريض عنده القلب عنده مشكلة فالجراحات المفتوحة دلوقتي تقريبا ما بقاش لها اي دور في اي حاجة بعد كده المناظير مناظير طبعا لو منزر اوحاد القطبة او صناي القطبة او اللي هو البلازمة ده زي الفيديو ده بالضبط كده نبدأ نشيل التضخم ده كل العملية احنا مش بنستقصل البروستاتا احنا بنشيل الجزء اللي تضخم من البروستاتا الجزء ده ما كانش موجود قبل سن الاربين سنة ده اللي احنا بنشيله في العملية فقط كنا بنشيله بالشكل ده كده عن طريق اللي هو الحاجة الكهربية دي دي بتحول الطاقة الكهربية الطاقة الحرارية نبدأ نشيلها في شكل شرائح كده كان بيقابلنا مشاكل كتيرة الأحجام الكبيرة ما نقدرش نعملها أكثر من 80 جرام مرضى اللي عندهم سيولة عندهم قلب بيحصل بالمشاكل امتصاص جامد للسوائل أثناء العملية بتعمل حاجة اسمها تسمهم من المائي ممكن يوصل المريض لغيبوبة كاملة كل المشاكل دي برضو خلت الأطباء والشركات الطبية ان هي لازم يبقى فيه تطور عشان فيه حالات كتير مش عارفين نعمل لها حاجة درجة ان كان فيه مرضى ممكن يعيش بأسطرة بقيت عمره لان ما ينفعش ان هو يعمل اللي عمل ايه الجديد طبعا في الموضوع ده الليزر الليزر طبعا عمل ثورة رهيبة في الموضوع ده عملية الليزر مش عملية جديدة عملية الليزر ممكن بدأ من التسعينات فيه اكتر من نوع من الليزر اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده النوع اللي احنا بنستخدمه اللي هو السوليوم ليزر السوليوم فيه اكتر طبعا من نوع فيه الهولميوم فيه ضيود ليزر فيه جرين ليزر لكن السوريام ده يعتبر ده أحدث أنواع الليزر زي ما احنا شايفين كذا أنا بالمنظار زي ما اتشايف الرؤية كويسة جدا ما عنديش أي فكرة نزيف الليزر بيطلع من الفايبر اللي هو الدول الأخضر دوت دقيق جدا قادر عن طريقه أن أنا أعمل استقصال الجزء اللي أنا عايز أشيله بس بكل دقة طبعا ندينا أدفانتج كتير قوي مرضى اللي عندهم سيولة في الدم نقدر نشتغل عادي مرضى اللي عندهم القلب الأحجام كان الأول لحجم أكثر من 80 جرام أو 100 جرام بقول للمريض لا نازم ندخل في جراحة مفتوحة عن طريق الليزر لا بنادر نعمل لحد أكثر من 400 جرام المريض طبعا فترة العملية قليلة جدا يعني دي تعتبر مش عملية تعتبر حاجة اسمها تدخلات محدودة المريض فترة خمطة في المستشفى ضعيفة جدا أقل من 24 ساعة الأسطرة طبعا الأول لعملات العادية أو المنظار العادي بيوجد في مستشفى أكثر من 4 إلى 5 أيام حتى الأسطرة البولية طبعا الليزر زي ما احنا شايفين بيعمل كي كويس قوي فأنا ما عنديش مشكلة في النزيف فقدر أشيل الأسطرة البولية بعد 12 ساعة فقط من العملية العملية العادية المنظار أو كده ده طبعا كان لازم بنقعد فترة نسيب الأسطرة البولية ممكن توصل لأسبوع وفي الجراحة بكنا بنقعد ده أكثر من أسبوعين تاني حاجة أن احنا برضو المكان ده دقيق جدا 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 ممكن العضلة اللي بتحكم في البول بتبقى قبل البرستاتة على طول في العمليات العادية مع النزيف مع الكلام ده ما كانش في الرؤية بتبقى كويسة فكان ممكن نجرح دي عشان كان نسبة الثلاث البولي في العمليات العادية عالية جدا ممكن توصل لأ 10% لكن في الليزر بتبقى قل من 1% فدي طبعا حاجة مهمة قوي فالليزر خلينا أن المريض هيعمل العملية في فترة قليلة أي مريض قدر عملها له مهما كان سنه مهما كان عنده مشاكل في القلب كان عنده مشاكل في السيولة بنستقصل كل الجزء بتاع التدخم مش مجرد أننا المنزار العادة بيشيل جزء فقط فمريض بعد فترة بيرجع يكون تاني إنما طبعا الليزر لأ بشيل التدخم كله إن البرستاتة بترجع تماما لحجم البرستاتة الطبيعي لمريض أقل من 40 سنة فبتحلله كل الأعراض والمريض ما بيحتاجش إنه يعمل العملية دي مرة تانية عشان كده طبعا الليزر دي عمل لنا تطور وأنقذنا يعني جدا في عملية البرستاتة إزاي تفرق بين الحميد والخميس الورم التورم الحميد والورم الخميس الشيء المخيف دي حاجة مهمة قوي المعلومة الأساسية اللي لازم نعرفها إن إحنا التدخم الحميد ملوش أي علاقة بالورم الخميس يعني الأورام الحميدة دي بتظهر في المكان اللي هو اللي بنسميه central zone زي ما احنا شايفين كده المكان اللي هو لونه بين كده ده المكان اللي في النص ده اللي بيظهر فيه التدخم الحميد لكن الأورام الخميسة بتظهر في الإشرة الخارجية اللي هو المكان اللي هو المكان اللونه ازرق ده. اه. بنفرق بينهم الاعراض يمكن تكون في التضخم اكتر بكتير من الاورام عشان كده كنا بننبه جدا. وده شي سيء. جدا عشان كده مهم جدا الفحص الدوري هو ده اللي بيعرفنا. اه بنفرق بينهم عن طريق التحاليل. فيه تحاليل ده مهم جدا. اه. لو عالي بنبدأ نشك في الموضوع ونبدأ ممكن نحتاج ناخد. دليلات الاوراق. دليلات الاوراق دي مهمة. تاني حاجة الفحص. الفحص بتاع المريض طبعا جدا. بيفرق جدا. المريض اللي عنده تضخم حميد ده بتلاقي حجم البرستاتا متماسل. ما فيهاش اي اماكن صلبة. البرستاتا شكلها طبيعي جدا. انما فحص المريض اللي عنده اورام خبيسة. بينلاقي فيها زي نوديول. اماكن صلبة جدا. فتبدأ وشكلها مش متماسل. فنبدأ نشك ان فيه ورام. ونتأكد طبعا عن طريق العينة اللي هو صنوار الشرجي. بندخل ناخد عينة من البرستاتا. نحللها. لو ولاقينا النوارة مخبيس خاصة احنا كده عرفنا. فيه حاجات جديدة زي الرانين المناطيسي عن طريق على الحوط. ده مهم جدا جدا جدا. برضو بيعرفنا مكان بالضبط البقر السرطانية. ويعرفنا هل هو التضخم حميد ولا التضخم خبيس. آخر قبل ما نمشي بقى النصيحة. التلغراف النهائي لأمراض البرستاتا. الحاجة اللي الناس مفروض تعرفها ان امراض البرستاتا مش متشابهة. فيها بتفرق قوي على السن. يعني المرضة اللي الاربعين سنة يبقى عارفين ان اما ما عندهمش تضخم. عشان مرض دول بيجولنا فاكرين ان عندهم تضخم محتاجين عمليات. لا يا جماعة انت عندكم الالتهاب. الالتهاب ده وبيتعالج بالادوية. او بطرق تانية ما بيحتاجش اي تدخلات جراحية. بعد الاربعين سنة مهم جدا ان احنا نعمل الفحص الدوري كل سنة او كل سنتين. ده مهم جدا 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 عشان يعرفنا موضوع اهل هو تضخم حميد ولا تضخم خبيس. عايزين نطمن الناس اللي سنة كبير اللي كان عندهم مشاكل في التضخم. مفاكرين ان ايه عمليات. وعندهم فكرة ان دي عمليات خطيرة. ان لا بقى موضوع تدخل محدود دلوقتي. ان الليزر عمل تطور كبير جدا. ان الليزر مكننا ان احنا العملية تبقى بسيطة. المريض بيخرج عطم مستشفى بدون مشكلة. اه المرضى اللي عندهم طبعا مشاكل البروستاتا. اليوم نصايح عامة. انه يقل كمية السويل اثناء الليل. يبعد على الاكلات الحريفة. اللي هي الفلفل والشطة. اه المريض دوت لازم ان هو اه يحاول يفرغ المسانة بانتظام. ما يحبث البول لفترة كبيرة. ادوية البرد وادوية الحسية يبعد عنها. دي هتقلله كتير اوي من الارض. بعد سن الخمسين سنة. خمسين في المية من الرجالة عندهم اه تضخم في البلوستاتا. بعد سن الستين. اه اه حوالي ستين في المية منهم هيبقى اه اه عندهم مشاكل. تمانين في المية من اللي تجاوزوا السبعين عندهم تضخم في البروستاتا. فده مرض يعني انه كل رجالة يتنبهوا لحوارنا جدا. صح كان? جدا طبعا. نورتنا وشرفتنا. شكرا بكتور عيدي. ضيف العزيز المبدأ دائما سيد دكتور خالد احمد حبيب. استشاري جراحات المسالك البولية بالمحدة القومة زميل كلية الجراحين الملكية منجلترا. عضو الجمعية الامريكية لجراحات المسالك البولية. كالعادة ابدعها وكالعادة دايما الاتتيتشوت بتاع جراحين المسالك البولية واساسة المسالك البولية واحد. قطر ماشي. قطر. يعني ماشي الله عليكو يعني يعني. امراض البروستاتا امراض مزمنة. لازم المريض يعرف عنها كويس. طبعا طبعا. يعني وتعاملكو مع الرجالة خلاكو برضو محددين في التعامل في الكلام جدا. خليكو دايما مع الدكتور.